الجزائر تثبت على مواقفها الدولوماسية بخصوص القضايا المصيرية من باب اتزامها الدائم اتجاه شقائها وجيرانها خاصة أولئك الذين يعيشون أزامات أمنية وسياسية منذ عقود الخارجية الجزائرية تؤكد أنها مشغلة بما يحصل في الجارة ليبيا وتواصل تحركاتها لجمع فرقاء الليبيين على طاولة الحوار لأنها تقف على مسافة واحدة بينهم في الشأن الليبي ورغم تطورات الميدانية الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق إلا أن بلادنا لا زالت تواصل جهودها لحد اليوم لحد هذه الساعة من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة ما صار الحل السياسي يعني الحل السلمي القضية الفلسطينية باتت قضية ثانوية في نظركتها من أصدقاء والأشقاء على عكس الجزائر التي لا تزال تدافع عن حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم وغاصمتها القدس في إطار الشرعية الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تواصل الجزائر أقول في بعض الأحيان وحدها تواصل الجزائر بخصوصها التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ما يقال عن القضية الفلسطينية يقال أيضا على القضية الصحراوية أين لدت الدوليماسية الجزائر ولا تزال بوجوب تسويتها تسوية عادلة الاعتبارها من مخلفات الاستعمار بخصوص قضية الصحراء الغربية فقد سبق لبلادنا التي أكدت في عدة مناسبات دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أن دعت إلى الإسراع في تعيين حاليا مبعوث شخصي جديد لأمين العام للأمم المتحدة منذ سنوات الاستقرال الأولى تحتضل مياسية الجزائرية بسمعة طيبة في العالم لأن تحركاتها في القضايا الإقليمية والدولية لا تنطلق من أي خلفيات مسبقة أو نوايا خبيثة ترجمة نانسي قنقر